كلينيكال بيكشور او مجيلو بلاستيك انيميا مثل اي انيميا منلاحظ نفس العلامات بتاعت اي انيميا مثل الفتيج تلاقي التعب بسرعة تلاقي ممكن يكون يأثر على النمو بتاع خلايا الجسم المختلف فتلاقي جري هير ما شايفين كده جري هير ألصز في الماوس كتير قوي نلاقي الحالات دي عندها قرح فيه اللي هي نسميها ما هو السورس السؤال عن طنج تلاقي الطنج الملتهب تلاقي نقص في العناصر الجزائية التأثير على الجهاز العصبي تلاقي بيانسة كتير تلاقي بيانسة كتير تلاقي بيانسة حالة نفسية في نفس الوقت يبقى بيانسة حالة نفسية ونرجع تاني الحالة العصبية تلاقي عنده مشكلة في معظم الحاجات دي بتجي في معظم حالات الأنيمي إنما في حاجات كاركترستيك قوي للبيت وولف والفوليك أسد اللي هي مشاكل في النمو زي اللي هو الأعمود او للقناة العصبية اللي انت شايفينها دي اللي بيسؤون عن تكوين البريين والسباين الكورت ممكن تتأثر بنقص البيت وولفوليك أسد هيأثرون على الجروس طبعا فتلاقي الطفل ممكن يبقى قصير شورت كمان بيأثر لنا على الأعصاب الطرفية فتلاقي دايما فيه شكوى من التنميل والخدلان والألام في الأعصاب وفي الأطراف بالتحديد في القدم وفي اليد دي أخطر مشكلة ممكن تقابلنا في النقص البيت وولف والفوليك أسد هي مشكلة نحن نتكلمنا عنها في الشريح اللي فاتت فممكن تأثرلي على التكوين بتاع البريين المخ ممكن تأثرلي على تكوين سباينال كورت ممكن تأثرلي على تكوين الأعصاب اللي طلع من السباينال كورت فالمشكلة دي سهلة ونحن نتفاديها باستخدام الفوليك أسد كابسول أثناء البريجنزي